أليكس بيزوخت زينو جروس إلتان أليكس يزور أجداده زين ضمير الملك يهوى ولأننا عندنا اسم في الجمع تصبح زينو زينو جروس إلتان وإذا كانت امرأة إيرو جروس إلتان وبما أن الفعل بيزوخن هو فعل بلوس أكوزاتيف زينو جروس إلتان في النوميناتيف تبقى أيضا نفسها في أكوزاتيف وإيرو جروس إلتان في النوميناتيف أيضا تبقى نفسها في أكوزاتيف الفرق يكون فقط إذا كان عندنا اسم بأدات تعريف دير يعني اسم مذكر وهنا عندنا اسم في الجمع مثلا ماكس بيزوخت زينو فاتا دير فاتا زينو فاتا في النوميناتيف تصبح زينو فاتا في أكوزاتيف زي بيزوخت إيرن فاتا هي تزور أبوها إير فاتا تصبح إيرن فاتا في أكوزاتيف ويعمل بواسطة العديد من الأدوات بيزوخت زينو وهي الأدوات ميت اينا زيجو وانا مهاما يعني باستخدام أو بواسطة من شار ومتراقة دي زيجو وهو المنشار أين زيجو اينا زيجو في الداتيف دير هاما وهي المتراقة اين هاما اينا مهاما في الداتيف يصنع آثاث من الخشب عندما نريد التعبير على أن شيء ما مصنوع من مادة معينة نستخدم حرف جرعاوس النفذة مصنوعة من الزجاج يعني الطاولة مصنوعة من الخشب تيش يصنع طاولات الطاولات كراسي دي شتول در شتول دي شتول شخيبتش مكاتب در شخيبتش دي شخيبتش وطورن وأبواب دي تور دي تورن في الجامع أربي زورت زينو غروس ألتان ريجل ميسي يزورو أجداده بنتي دام ريجل ميسي تعني بنتي دام إيش تخينك ريجل ميسي غروس أقومو بشرب الماء بنتي دام زي مخت ريجل ميسي شبوت تقومو بممارسة الرياضة بنتي دام زي لبن أف أينم بوانهوف أف ديم لاند يعيشونا في مزرعة في البادية در بوانهوف هي المزرعة حرف جرعاوف نستخدموه معا در بوانهوف وهي المزرعة سوف نذهب في نهاية الأسبوع إلى المزرعة في المزرعة يوجد العديد من الحيوانات الجملة الأولى حرف جرعاوف بلوس أكوزاتيف والجملة الثانية حرف جرعاوف بلوس داتيف عندما يكون عند الإسم أداد تعريف در تصبح دن في أكوزاتيف ودم في الداتيف داس لاند معناها هنا البادية أو الريف وليس الدولة نستخدمو معاها أيضا حرف جرعاوف سوف نذهب قريبا إلى البادية سوف نذهب قريبا إلى البادية في البادية باورنهوف لديهم في المزرعة أنتن يعني البط دي أنتن هنا الدجاج دي هنا هو الدجاج شاف يعني الخرفان دي شاف الخرفان أو الغنم هازن أرانب دي هازن وهي الأرانب وند أين بفعت يعني وحصان داس بفعت وهو الحصان أو ساديم هابنزي أي نوكو يعني بالإضافة إلى ذلك عندهم بقرة دي كو وهي البقرة وميلش تسو بي كومن يعني للحصول على الحليب بي كومن في المعنى حصلا يحصل عنده معاني أخرى دي كيندا بي كومن شوكولادة نخدم أسن يحصلون الأطفال على الشوكولادة بعد الأكل ماكس بي كومت أين بوخ فون زاينة موتا يحصلوا ماكس على كتاب من أمه دي ميلش وهو الحليب وند بوتا وند كيزة تسو مخن ولصنع الزبدة والجبن دي بوتا وهي الزبدة دي كيزة هو الجبن يعني يحصلون أيضا على البيض من الدجاج دي آية هو البيض دس آي دي آية حرف جرفون دائما يكون بلوس داتيف دين هنا هي أداة تعريف الأسماء في الجمع في الداتيف لا تقوم بالخلط بينها وبين أداة تعريف دين للأسماء المذكرة في أكوزاتيف دي هنا دين هنا أضفنا إن للإسم في الداتيف في الجمع في الداتيف نضيف إن في آخر الإسم دي كيندا دين كيندا دي بيشة دين بيشان دي تيغ دين تيغن كل شيء طعمه ألذ في المزرعة لكة يعني لذيذ وصيغة المقارنة لكرة يعني ألذ شميكن هذا الفعل تستخدمه لكي تصف طعم أو مضاقة شيء ما داس أسم شميكت جوت الأكل طعمه جيد دي أبفل شميكن زيس التفاح مضاقه أو طعمه حلو تصنفرشتك يعني على وجبة الإفطار تصنفرشتك سمتااك اسن سم آبند اسن على وجبة الإفطار على وجبة الغداء وعلى وجبة العشاء سم ميطاك اسن اسي إيش فليش ميت غايش يعني على وجبة الغداء أتناولو اللحم مع الأرز على وجبة العشاء أتناولوا حساء على وجبة الإفطار يتناولون غالبا البيض المقلي وهو البيض المقلي دا الشبيق الآية دي الشبيق الآية في الجمع أبا أليكس مكليبة جيكوخت الآية لكن يفضلوا أليكس البيض المسلوق جيكوخت الآية وهو البيض المسلوق جيكوخت معناها أيضا مسلوق در أوبا ترنكت جرن كافي أو نوت سوكر يحب الجد شرب القهوة بدون سوكر در تسوكر وهو السكر أونه تعني بدون زي كان أونهيلف أعبايتن تستطيع العمل بدون مساعدة إيش اس بروت أونه بوتا أتناول الخبز بدون زبدة دي أومة ليبا ملش مت إنكفا ترنكت بينما تفضل الجد شرب الحليب مع الزنجبيل ليبا صيغة المقارنة لجرن جرن ليبا أم ليبستن تستخدم ليبا لكي تعبر أنك تفضل شيء عن شيء آخر يعني تستخدمها للتعبير عن تفضيلاتك إيش اس ليبا إبفل يعني أنا أفضل تناول التفاح إيش ماك ليبا شوكولادة أنا أفضل الشوكولا بمعنى أنا أفضل تناول الشوكولا هي تفضل مشاهدة الأفلام اليوم يقوم أليكس بإعداد الطاولة الفعل ديكن هو فعل بلوس أكوزاتيف يضعو ألفل بلاتسيرن يعني وضعا يضعو الصحون دي تيلة دير تيلة الصحن دي تيلة الصحون قابلن يعني الشوكات دي قابل دي قابلن ميسا السكاكين داس ميسا دي ميسا غليزة الكؤوس داس غلاس دي غليزة على الطاولة حرف جرعوف هنا بلوس أكوزاتيف در تيش اوف دين تيش اوف ديم تيش داس إست در تيش إيش تيلة داس غلاس اوف ديم تيش داس غلاس شتيت اوف ديم تيش ناخ ديم أسن غيمت أليكس ديم تيش اب بعد الأكل يرتبو أليكس الطاولة حرف جرعوف دائما نستخدموه بلوس داتيف يعني بعد إيش غيه ناخ ديم فيلم ناخ هاوزة سوف أذهب بعد الفيلم إلى المنزل ناخ ديم غيغن شاينت دي زونة بعد المطر تشرقو الشمس دين تيش ابغيمن ترتيب الطاولة بعد الأكل ويساعد أجداده في الترتيب هيلفن باي المساعدة في شيء ما وحرف جربي دائما نستعمله بلوس داتيف هي تساعده في الواجبات المنزلية إيش هيلفو ماينم فاتا باي دير أساعد أبي في البستانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر